قامت مؤخرا بعثة من لجنة مراقبة الموارد البترولية بجولة ميدانية لحقول النفط بإقليم لغون الشرقي بجنوب البلاد بهدف الوقوف على سير العمل وتقييم ومراقبة المشاريع التي نفزت بمناطق الإقليم من عائدات البترولية المخصصة للإقليم أحمد ياسين تاتي هذه الجولة الميدانية لأعضاء لجنة مراقبة العائدات البترولية بإقليم لغون الشرقي حيث شملت الجولة مدينة دوبا وبيبيجا ومقاطعات كو الشرقية والغربية بهدف مراقبة وتقييم المشاريع التنموية التي نفذت بميزانية العائدات البترولية المخصصة للإقليم المنتج وهي 5% وخلال الجولة استمع الوفد برئاسة اندباهي دي سامنغار فرانسواء إلى مختلف وجهة نظر المسؤولين التقليدين ورؤساء الكنتونات والإدارات الأهلية بهذه المناطق مطالبين بضرورة إكمال المشاريع التي لم تكتمل بعد وتحسين ظروف سكان المناطق المنتجة للنفطة من جهته رئيس البعثة شجع سكان هذه المناطق داعيا إياهم المحافظة على هذه المشاريع المنفذة بمناطقهم خاصة صهاريج مياه الشربة والمدارسة وأنهم يعملون ما بوسعهم من أجل تذليل الصعابة وفي نفس الوقت طلب من مسؤولي الشركات العاملة بمناطق الإنتاج الاستجابة لمتطلبات السكان ومساعدتهم في تحسين الظروف المعيشية لهم ترجمة نانسي قنقر